تستخدم هذه الآلات الذكية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد في الزراعة لجعلها أكثر كفاءة وإنتاجية لكن على الرغم من أن هذه التكنولوجيا الواعدة باتت تقلل دور العامل البشري وتختصر الوقت والتكاليف إلى أنها سلاح ذو حدين إذ حذر تقرير لجامعة كامريج من أن الآلات الزراعية الذكية الحديثة عرضت للقرصنة مما قد يعرض سلاسل توريد الغذاء العالمية لخطر إضافي وقال التقرير أن أجهزة رش المحاصيل الآلية والطائرات بدون طيار والحصدات يمكن قرصنتها فيما حذرت بريطانيا ومكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي من تزايد خطر الهجمات الإلكترونية ويقول خبراء في مجال التكنولوجيا أن قرصنة جرار واحد فقط يمكن أن يلحق الضرر بربح مزارع لموسم واحد فيما قد تسفر قرصنة أسطول من الجرارات بشكل مفاجئ في التأثير على الإنتاجية في مناطق بأكملها ويقول خبراء الأمن المعلوماتي أنه حتى أكبر الشركات ليست في مأمن من عمليات العصابات الإلكترونية فبعض هذه العصابات تستخدم برامج الفدية التي تعتمد على تشفير البيانات وقفل الأنظمة وكانت شركة جي بي اس التي تعد إحدى أكبر شركات تصنيع اللحوم قد وقعت ضحية لوحدة من هذه الهجمات العام الماضي واضطرت لدفع 11 مليون دولار كفدية لقراصنة الإلكترونيين كي تعود أنظمتها إلى العمل شكرا